السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعد حال في اسئلة كتير الناس بتسألها الرجالة بتسألها حول الخلصتين لكن في اسئلة منها متكررة كتير فعشان كده جمعت انا في هذا الفيديو تقريبا اشهر الاسئلة اللي بتتسأل اول سؤال امتى تبدأ الخلصتين بالنموه امتى الواحد يشعر بان الخلصتين بدأوا ينمو ويكبروا بتبتدي الخلصتين بالنموه في المراحل الاولى من البلوغ يعني ما بين سن 10 و13 و14 سنة من العمر بيزيد الحجم ويبقى الجلد المحيط بمنطقة الكيس الصفن لونه داكن اصمر ويبتدي ظهور الشعر في المنطقة حوالين الاعضاء الجنسية دا كده بالنسبة امتى الخلصتين بيبتدوا بالنموه السؤال الثاني ايه هو الحجم الطبيعي للخلصية ايه هو الحجم الطبيعي للخلصية الخلصية اللي هي اكتمل نموها الطول بتاعها بيبقى من 5 ل 7 سنتي والعرض بتاعها حوالي 2.5 سنتي بالنسبة السؤال الثالث هل من الطبيعي وجود خلصية اكبر من التانية دا شيء طبيعي اه ممكن يكون في خلصية اكبر من التانية وغالبا بتكون الخلصية اليمنى اكبر من الخلصية اليسرى وتكون اكبر الخلصية اليمنى اكبر ومستوها اعلى شوية لان الخلصية اليسرى بتبقى متدلية تحت شوية اسفل شوية اكتر من الخلصية اليمنى يعني الواحد يحس الخلصية اليمنى كبيرة وفوق قريبة من جسمه واليسرى اصغر شوية ومتدلية بعيد عن الجسم حب السؤال الرابع ليه بنلاحظ ان الخسيطين بيتقلصوا في الجو البارد اللي معروف ان الخسيطين عشان يقوموا بوظفتهم بشكل افضل او اكمل في انتاج الحيوانات المنوية لازم يكون لهم درجة حرارة معين فعشان تحافظ الخسيطين على هذه الدرجة الحرارة ففي الجو البارد بتتقلص الخسيطين عشان تعادل النقص في درجة حرارة الجو التاني محتافظة بالدرجة الحرارة المناسبة لانتاج الحيوانات المنوية السؤال الخامس ازاي اعرف ان الخسيطين بتوعي طبيعيين بتحسس او بتمثك الخسيطين تعمل لهم فحص ذاتي بتعمل لنفسك فحص بتلاقي الخسيطين بتحسها الملمس ملساء نعمة مفاش تكتلات مفاش كتل او نطوءات والخسيطين نفسها متماسكة شوية جامدة يعني بس مش متحجرة وممكن الواحد وهو بيحس يحس فيه انبوب ناعم في الجزء الخلفي من الخسيطين وهذا الجزء هو البربخ السؤال السادس هل في تفسير او لماذا الخسيطين اليسرى بتكون في الغالب اعلى من اليوم يعني مش على مستوى واحد هما الاثنين العلماء فصروا الكلام ده وقالوا ان معظم الرجالة لديهم خسية واحدة معلقة اقل من تاني وبالتالي اليومنا بتبقى اعلى من اليسرى شوية والسبب من وجهة نظرهم انهم لا يصطدموا ببعض ده حسب ما يظن العمل وعادة ما تكون طبعا الخسية اليسرى اعلى بقليل من اليومنا السؤال السابع هل ممكن الواحد الراجل يكون عنده اكتر من خسيتين يعني عنده تلاتة او اربعة الاجابة ان كل الرجالة او في الغالب بيبقوا يمتلكوا خسيتين بس واللي بيشكوا يقولوا في خسية تالتة بيبقى حالة مرضية مش خسية حقيقية وانما اي ورم او كالكوعة بيحسوها وبتشبه الخسية ليه لان الخسية التالتة الحقيقية لم لا توجد سجلات بتقول انها وجدت الا في حدود يمكن 100 او 200 راجل على مدى تاريخ الطب يعني حالة ندرة جدا جدا ولو وجدت ملهاش تأثير سلبي على الراجل ولا تسبب اي قلم او امراض ولا تؤثر على الانجاب السؤال التالت التامن هو ليه الخسية موجودين او الخسيتين موجودين خارج الجسم ومش داخل الجسم كما هو حال باقي الاعضاء وجود الخسيتين خارج الجسم بيوفر لهم درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم بتقريبا درجتين او 3 وهذه هي درجة الحرارة المناسبة للحفاظ والقدرة على الانتاج الحيونات المنوية وعدم تشوه ولذلك هي خارج الجسم بهذه الصورة السؤال التاسع بيقال بيسأل هو حجم الخسيتين بنلاحظ انها بتزيد مع الممارسة الجنسية طبعا ده شيء طبيعي لان اثناء الممارسة الجنسية بيحصل تدفق للدم في المنطقة منطقة الاعضاء التناسلية جميعا زيها زي القديب القديب بينتصب بينتفق وينتصب وبالتالي برضو في المنطقة الاخرى عند الكيس اتصافنة او الخسيتين بينتفق ويجبر حجمه ولما انتهي الجماع وانتهي الجنس بيرجعوا الوضعهم الطبيعي السؤال العاشر كيف اتجنب سرطان الخسي سرطان الخسي طبعا مرض خطير ولازم الواحد يتعلم ازاي يعرف او يتوقع هذا الامر وانه يحافظ على نفسه بدون المرض بسرطان الخسي والاكتشاف المبكر له بيؤدي الى الشفاء التام منه ولذلك الواحد بيعمل الاجراء الفحص البسيط على خسيته اثناء الاستحمام من وقت الاخر ويتحسس الخسيتين وكيس الصفن واذا لقى فيه تكتلات داخل كيس الصفن او على الخسية لازم بسرعة يكشف طبيا ويشوف ايه الموضوع السؤال ال 11 والاخير امتى الواحد يروح يشوف الطبيب امتى لازم تروح تكشف لما بتلاحظ اما فيه ألم مستمر في منطقة كيس الصفن او الخسيتين او فيه تورم ما بيروحش او فيه سخونة وحمة عليهم او فيه تحسس شديد لما بتلمسهم او الحجم زاد بشكل غير طبيعي ديت لازم تكشف مباشرة وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته